حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من وجود أخطار في بعض أنواع التمور في الأسواق المغربية التي أجريت عليها عدد من التحاليل المخبرية وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان يكتر فيه استهلاك التمور ومنها المستوردة قالت الجامعة أنها أخذت عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء من تلك المعلبة والتي تجهل كافة المعطيات والبيانات الضرورية كنوعها ومصدرها وهوية المستورد وتاريخ الصلاحية وبخلاف الحملة الوطنية على التمور الجزائرية أكدت الجامعة أن نتائج تحاليل العينات المذكورة أظهرت أن التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقاء المبيدات حيث أثبتت خلوها من بقاء المبيدات المسرطنة وبالمقابل أوردت الجامعة أن التمور المستوردة من الإمارات العربية المتحدة التي خضعت للتحاليل تبين أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستالك